ويبقى السؤال ماذا يريد نتنياهو وماذا يريد حزب الله ماذا يريد نتنياهو من التسعيد على جبهة لبنان في كلمته اليوم في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيسة قال نتنياهو إن نصر الله سيندم على ما فعله والسنوار نادم بالفعل مؤكدا أن هناك المزيد من المفاجآت في الطريق على الجبهة الشمالية نتنياهو أشار إلى أن الضغط على حزب الله يمكن أن يضغط أيضا على السنوار ويغير سورة الحرب ضد إيران ثم شرح كيف تعمل إسرائيل ضد من وصفهم بوكلاء طهران قال نتنياهو نحن نقوم بمعالجة جذرية لحماس أما حزب الله فنؤذيه ونضعفه والهدف هو إبعاده عن الحدود في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعيدكم أنه سيفهمها عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق المار على سكانها أو على مدنها ونحن لن نتسامح مع ذلك أيضا سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن وفيما يتعلق بخطة الجنرالات التي أطلقها اللواء لاحتياط جيورا آيلاند حول إخلاء شمال قطاع غزة ومحاصرة الآلاف من مقاتل حماس هناك بمنع المساعدات الإنسانية قال نتنياهو أنه سيتم فحص هذا كما يتم النظر في خطط إضافية مثل الاقتراح الذي قدمه العميد غالهيرش للأمريكيين وهو المقترح الذي يتضمن صفقة مع حماس يتم بموجبها إطلاق صراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إنهاء الحرب ومنح مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماسيحيا الصنوار وعن مذكرات الاعتقال في لاهاي قال نتنياهو أنه يعلم أن مذكرات الاعتقال ستصدر ضده متهما المحكمة الدولية بالتسييس وأن القضية مسيثة نتنياهو كشف كذلك عن مواقف الدول الأوروبية التي علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل فقال إن هذا الخطر يأتي لأسباب سياسية داخلية لكن في الغرف المغلقة يقولون لنا نحن معكم